أول سؤال وصلنا بيقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلش كان ليه سؤال ضروري جدا كنت عايزة أعرف الفلوس اللي بتتحط في شهادات في البنوك هل دي حلال ولا حرام والفلوس الفوائد اللي بتخرج منها كل شهر حرام إن أنا أستخدمها ولا إيه الحقيقة إن الفلوس اللي بتوصل لحضرتك من شهادات الاستثمار هذا من الكسب الحلال هذا من الكسب الحلال هذا مال حلال الله سبحانه وتعالى جعله بابا من أبواب الرزق إيه اللي حصل الفلوس اللي أنا أوضعتها في شهادات الاستثمار أولا فلوس اسمها إيه فلوس مدعا في شهادات الاستثمار إيه اللي حصل أنا دلوقتي في مجال في الحياة اسم مجال الاستثمار تعال أقول لكم بس معلومة بسيطة كده وبعدين نروح للأمر ده يمكن معلومة تخلي الناس اللي عايزين يوقفوا حياة الناس وعايزين يشقوا على الناس وعايزين يؤذوا الناس لا لشيء إلا لأنهم لا درسوا الواقع ولا هم كمان عايزين يخلوا الناس في حالهم لكن عايزين يضيقوا على الناس عشان يحسسوهم بأن حياتهم مليانة بالحرام في ناس كده عشقهم أنهم يكتروا الحرام على الناس إيه اللي حاصل؟ إحنا عندنا ثلاث مجالات في الحياة مجال الزراعة، مجال التغيرة، مجال الزراعة الصناعة، الزراعة، التجارة ثلاث مجالات التجارة، زراعة، صناعة بدلتهم عشان تعرف أنه ما فيش واحدة أهم من التالتة من التاني كلهم مهمين دول مجالات الحياة المعتادة يعني مجالات الحياة الرئيسية اللي موجودة في حياتنا التلاتة دول إما الناس بتتاجر وإما الناس بتصنع أو ناس بتزرع ويمكن دوت الأنشطة المشهورة الكبيرة بس إحنا دلوقتي أصبح عندنا مجال مهم إن إحنا ندخل ونتكلم عنه وأنا بقول الكلام ده وتقول لكم ده جزء من رؤيتي، جزء من دعوتي للناس في مجال رابع بقى أنا بدعو إلى إنه يبقى موجود وتكلمت عن ده في رسالة الدكتور أوب حاول أكده لك دلوقتي في مجال تاني اسمه مجال الاستثمار ده مجال رابع إيه اللي خلى مجال الاستثمار موجود؟ مجال الاستثمار بقى مجال مهم جدا جدا لأن المسألة بقت أوسع من إن أنا أدي فلوسي اشتغلي فيها واحد ده مجال بقى أوسع من كده كان ممكن الاستثمار ده آه يقول ما عندنا عقد المضاربة ويبقى العقد المضاربة في التجارة لا المسألة بقت أوسع من كده بقى فيه ناس عندهم أموال مش قادرين يديروها وناس بيديرو لهم الأموال دي قال له خلاص ما نخليها الصناعة لا ما هو مش لازم يكون بيشتغل في الصناعة طب نخليها تجارة ما هو مش لازم يكون بيشتغل في التجارة ففي الآخر خالص بقى فيه مجال مهم جدا نسمن الاستثمار أنا عايز أموالي دي أستثمارها طيب ما قال لي ما انت في الاخر خلاص هتستثمرها في تجارة لا ممكن يكون كل دولة مع بعض قال لي ما خلاص ما قالوا كل دولة مع بعض يبقى ايه يبقى انت بتستثمرها ودولة التلات لا خلاص انا مش ملتفت دلوقتي للصناعة ولا التجارة لكن انا ملتفت ان اموالي عايز احطها في شيء يدار ويجيب علي اموالي طب ايه اهمية الفكرة دي ظهور بقى مؤسسات مالية اسمها البنوك بتمارس بتمارس مهمة ادارة الاموال ان انت تديها المال وهي تدير المال ده فما بقاش نافع ان الاقول على البنك على انه مضارب مش نافع ولا نافع ان انا اقول البنك ده اجير مش نافع ولا اقول ان البنك ده اتوكيل مش نافع فيبقى الحالة هو ايبقى ان البنك ده بيستثمر مالي الاستثمار بقى ايه اللي حاصل الاستثمار ده حلال إداء المال في البنك ده حلال لأن فيه حد بيدر لي مالي اه صحيح هو شبه للمضاربة بس العقد اللي أنا بحط فيه الأموال دلوقتي اسمه عقد تمويل أنا مولت مشروعات البنك عشان البنك يروح يستثمر المال ده وأنا مولت مشروعاته فلما مولت مشروعاته العمل ده ايه حلال فيبقى حضرتك تطمئني وأرجوكي ما تسألش تاني إداعك المال إداعك المال في البنك حلال إداعك المال في البنك حلال واللي بيعود عليك من إداعك المال في البنك ليس ليس ايه ليس فائدة ولكنه ريع ولكنه ايه ريع يبقى أنت بتضيع المال في البنك وإداعك المال في البنك ده وتاسمه تمويل واللي بيعود عليك ده وتاسمه ريع وليس فائدة الفائدة بتكون في القروض ما فيش قرد ما حدش قال لي أنت سلفت البنك لكن أنت اديت البنك ده عشان تستثمري أموالك حتى الشهادات دي اسمها شهادات تستثمار فاللي أنت عملتيه ده جائز وليس حراما وده يجوز أن أنت تضع المال فيه ويجوز أن أنت تأخذ المال ده مال حلال تدفعيه وتعيشي بيه وتحجي منه كمان وتحجي منه كمان وليس عليك إثم خارس في أن أنت تضع المال في البنك